بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه ومن والاه درس جديد من دروس تعلم قراءة القرآن حرف حرف وكيفية تخليص الحروف المفخمة من المراققة وإتمام الحركات مع جزء قد سمع سورة المجادلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا مرت معنا كثيرا النداء للمؤمنين ننتبه إلى أنه لدينا مد جائز منفصل يا ألف أيها همزة إذن في كلمتين مد جائز منفصل حركتين واربعة وخمسة وانتبهوا إلى الياء المشددة في كل القرآن الكريم هي فيها نبر فأنبر يا أيها وأسمع صوت الياء الساكنة لا أجعلها تختفي أيها هكذا خطأ أيها هذا خطأ لم أسمع صوت الياء الساكنة إذن أيّو أيّوها أيّو أيّوها الذين الذين اللاموا اسمية مدغمة مراققة واللا من أحرف التوسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة من أحرف للعمر اللام والنون والعين والميم ورّى هذه الأحرف البينية التي هي بين الشدة والرخاوة اكسبت ذلك جيدا آمنوا مد بدل الإفساكن قبلها همزة مفتوحة حركتين لدينا كلمة آمنوا حرف المد الهمزة إذا إذن مد جاعز منفصل آمنوا إذا ولا تنسى ضم الشفتين في المضموم والوا آمنوا هكذا بارك الله فيكم إذا ناجيت لا ونبه دائما إلى صوت الألف لا أقول ناجيتم ناء أو أجعل هذه الحركات في الفم ابتسامة لكي أنه يطلع عندي صوت الألف وهذا خطأ لأنه الألف بفتح الفم ناء ناء ناجيتم لما أنا سجلت الفيديو هذا الغرض من تسجيل الفيديو حتى ترون كيفية كيفية النطب لا أقول ناء ولكن ناء ناجيتم انتبه إلى ياء اللين الموجودة هنا في كلمة ناجيتم لا تقول ناجيتم الرسول نبرتها والأياء اللين تخرج بسلاسة وليونة ساكنة قبلها مفتوح فننتبه إليها ناجيتم الرسول توم الرسول انتقلت من الميمة المضمومة إلى الراء لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية فحدثت هذه الانتقالة والراء مفخمة لنا مفتوحة الذي يحدث في كلمة رسول هنا وفي كل القرآن أنه ممكن أن تشمم السينة صادا تقول الرسول هذا خطأ أو تجعلها صاد الرسول خطأ الرسول الرسول ساسوسي هكذا بارك الله فيكم السين المراققة فانتبهوا لكي لا تفخم لأنها جاورت أراء الرسول فق فق فقدموا القاف مفخمة الفاء مراققة تفخيم القاف مرتبة ثانية لأنها مفتوحة فلا قل فاق فا لا تفخم الفاء فا ف ف ث فقدموا بارك الله فيكم الدانو مكسورة ونضم الشفتين في الميم بين يدي يا أولين يا أولين في كلمة بين ويدي لأنه نلاحظ يا أساكنة قبلها مفتوح بين بين يدي نجو هكذا صار نبر فانتبهوا بكل هدوء بين يدي نجوا هكذا بارك الله فيكم أحرص على سلاسة وليونة يا أولين نجوا جيم وقلقلة قلقلة صغر في وسط الكلام نجوا لا أقول نجوا هذا مسك هذه ليست قلقلة أو أقول نجوا نج كأنه جيم شاء أشممتها شين فانتبهوا لهذا الجيم من وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى أطبق جيدا في الجيم نج نج جواكم تحسس كيفية انطباق وسط اللسان مع السقف الحنك الأعلى فانطقها صح نج نجواكم وليس كوم كاف مراققة ميم مظهرة أسمعها نجواكم صادقة كوم صادقة لا أقطع صوت الميم أقول نجواكم صادقة لا تقطع صوت الميم المظهرة دائما أركز على هذا الأمر في كل الدروس صادقة الدال مرققا حصرت بين الصاد والقاف المفخمتين مرتبة ثانية لأنها مفتوحة صادقة ولا أقول صادقو لا تكوير للشفتين عند نطر حروف الاستعلاء السبعة خصة ضغط قر فانتبه صادقة وأقف علىها يجري فيها الصوت والنفس باهتزاز الأبتار الصوتي من منطقة آقص الحل ذلك لا 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 تفعل هذا لا تمل صوت الألف لا تقلل صوت الألف ذ ذلك فتح الفم انتبه الألف بفتح الفم والوا و بضم الشفتين وال بخفض الفك السفلي هكذا بارك الله فيكم انتبهوا وتدربوا عليها مرة ومرتين وثلاثة واربعة وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه هذا هو المقصود الذي قصده الإمام الجزير رحمه الله تعالى بالتمرين والتدريب ذلك خير لكم ألخاء مفخمة مرتبة ثانية احفظوا هذه المراتب بارك الله فيكم إذا كان مفتوح بعده ألف أولى مفتوح ثاني مضموم ثالث ساكن رابع مكسور خامس آخر مرتبة خ خير يا أولين خير لكم انتبه لا تنبر يا ألين خير رو رو اقرأ الراء والراء مفخمة لأنها مضمومة تنوين مع الله نأكل التنوين اضغام بغير غنة انتبه لن أقول خير لكم خطأ خير لا يوجد صوت للنون خير لكم لا لا تمسكها كثيرا لأنها سوف تكون مشددة تقول خير لكم هذا مسك فانتبه اللام من أحرف التوسط كما ذكرت قبل قليل والميم مضارة لكم وأطهر ميم أسمع صوتها وخاصة لدى الوا والفاء واحذر لدى واو وفاء تختفي كما سمعتم صوت الميم المضارة طاء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام وانتبه أن الطاء من أحرف الاستعلاء بما أنه ساكن وفخيمها مرتبة رابعة وأطهر وأطهر وانحصرت الهاء المرققة ما بين الراء المفخمة والطاء راء مفخمة إذا كانت طبعا في الوقف ساكنة قبلها مفتوح وإذا استمرت في القراءة سوف تكون مضمومة في الحالتين مفخمة فإذا لا أفخم الهاء وأقول وآطهر خطأ وآطه وآطهر هكذا أخلص الهاء المرققة من أن تفخم فهذه تحتاج إلى دربة لكي تخلصوها بارك الله فيكم فإن لم خير لكم نون لام إضغام بغير غنى ميم مظهرة فكأنه هذه النون ليست موجودة فإل فإل لم فإل ما كونون أكلنا النون إضغام بغير غنى وهذا يحدث عند النون الساكنة مع الراء واللام لم تجيدوا ميم مظهرة سمعتم كيف الميم تجيدوا اكسر الجيمة لأنه في مثل هذه الكلمة يحدث اختلاس تجيدوا تجيدوا خطأ تجيدوا هكذا بارك الله فيكم فإن دائما أقول في الهمزة المكسورة التي سبقت النون المشددة التي يكون فيها غنى أو قد تكون مثلا النون معها بعدها حرف من حرف الإخفاء أنه ممكن أن نمط الكسرة نجعلها ياء فإن هذا خطأ همزة مكسورة اي او ا فإي فإن الله النون الثانية مفتوحة من النون المشددة الغنى أكمل ما تكون كما سمعتم وبما أنه النون مفتوحة قبل اسم الجلال الله تفخم اللام مرت معنا مفتوح مضموم تفخم اللام من اسم الجلال الله مكسور سوف ترقق اللام غفو لا أقول غو لا غو مفتوح ثانية تفخيم الراء من غفور مفخمة مضمومة الراء من رحيم مفخمة مفتوحة ولدينا تنوين مع الراء سوف نأكل النون لن أقول غفور رحيم خطأ غفور غفور لا يوجد كلمة نون أو قصد حرف النون أكلنا لأنه التنوين مع الراء إدغام بغير غنة غفور الرحيم هكذا بارك الله فيكم أقف على ميم ساكنة وإذا استمرت في القراءة سوف يكون لدينا طبعا اثنين ستة هو المد العرض للسكون رحيم ولكي لا يصعد الصوت بحرف الياء إلى الخيشوم يعني لما أقول أنا رحيم هذه ياء خطأ لقد صعد الصوت لقد صاحبها غنة إذن أخفض الفك السفلي وأتدرب إليها بأنه أنا أن أمسك الأنف هكذا راحي راحي طبعا بالميم هناك غنة لما أقف على الميم فانتبهوا هكذا تدربوا عليها رحيم أ إظهار هيا أنا إذا استمرت في القراءة أ أ أ أ أش انتفشي أ أ أش ف قاف قلقل صغرى في وسط الكلام مفخمة مرتبة رابعة كما حال الطاء هنا وأطهر وأطهر طبعا أ أ أش ف قاتم لا أقول أ أش ف قاف قلقلت ولكنه قلقلتها مرققة فانتبهوا القاف ليست مرققة وكما يقول الإمام المتولي إذا كانت هي مكسورة فخيمة قطعا من المستفلة فهي وإن تكن بأدنى منزلة أي المكسور فخيمة قطعا من المستفلة فكروا في هذا الأمر مين مظهر أ أشفقتم نظم الشفتين أ أ أ أ أن ذهب اللسان إلى مخرج التا لكي يتهيي لنضع حرف التا ننت إخفى أن ت قاف قاف مفخمة مرتبة ثانية ت قد دي مرت معنا في البداية بين يا لين يا لين ننتبه نجواكم جيم مقلقة لقلقة لصورة في وسط الكلام وتكلمت بالبداية للدرس عنها مي مظهر ناجواكم صادقات صادقات تبه لو لاحظت أنه قاف تفخيمها سوف يكون أعلى قليلا من الصاد لأنه قاف مفتوح بعدها ألف أولى صاد مفتوحة ثانية صادقات أقف على تاساكن فيها همس بكل لطافة لا أقول صادقات هكذا مبالغ فيه وممكن أن يخرج معها صوت كالشين أو السين فانتبهوا بارك الله فيكم أقف على التاساكن إذا استمر سوف يكون تنوين كسر مع الفاء إخفى أذهب إلى مخرج الفاء صادقات فإذ لم تبهي إلى كلمة فإذ أذال دائما أنوه أحبتي في الله بأنه لا يجري فيها النفس ليست من أحرف حثة وشخص سكت هي فقط يجري فيها الصوت رخوة فإذ وكيف أتحسس هذا أصابع أضعها هكذا عند الفم وأنطق فإذ وإذا كان هناك كمية من الهواء تلامس الأصابع إذن هذه ذال خطأ يجب أن أقطع النفس وفقط الصوت هو الذي يجري لكي تخرج عندي ذال صافية فإذ لم ت لم ت أظهار الميم تفعلوا الفاء حرف ضعيف مخرجه فتحتان نحتاج إلى هواء همس نحتاج إلى صوت تريان للصوت رخاوة علشان نسمع صوت الفاء تفعلوا وتاب الله تفعلوا وتاب الله تاب با با مرققة مفتوح قبل اسم الجلال الله تفاخ من نام وتاب الله لا تقول وتاب الله با 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 أنت ممكن أن تفخم البا من غير أن تحس فانتبه وتاب وتاب الله إذا أنت مثلا عندك إشكال وتاب الله اقرأ وتاب وحدها وتاب 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 الله هكذا بارك الله فيكم عليكم يا أولين كاف مرققة مضموما ضم الشفتين مي مظهرة خاصة لدى الفاء احضر أن تختفي عليكم ف عليكم ف فأقيم الصلاة قاف مفخة مرتبة أخيرة مكسورة الصلاة صاد مشدد الصاد ساكنة ثم صاد مفتوحة مفتوح مفخة مرتبة ثانية الساكن رابعة ولا أقول الصلاة لا أفخم لا أنوه وأقول نحن نقرأ على رواية حفص عن عاصم الص وليس الصلاة لا تكور الشفتين في نطق حروف الاستعلاء الصلاة وآت وآت هنا لدينا مد بدل ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة حركتين لا تقول وآت الزكاة هناك من يهمس التاء المتحرك هذا الهمس المبالغ الهمس لا يعدم في التاءات المتحركة بل يكون لطيفا كما سمعتم أحبتي في الله وآت الزكاة الزكاة زاي يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس ليست من أحرف فحثه شخص سكت ليست مهموسا وهنا أقول الزكاة خطأ تا أيضا هذا الهمس الزكاة وأطيع طا مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة مضموم قبل اسم الجلال الله تفخم ألا وأطيع الله لا أقول وأطيع الله لا تفخم العين مراققة دائما أنوه سبعة حروف هي مفخمة فلننتبه لهذا بارك الله فيكم وأحفظها خصة ضغط قض هذه السبعة ورسوله دائما أقول في كلمة رسول أو الرسول ورسوله لا تفخم السينة تجعلها صاد أو تشممها صاد تقول ورسوله خطأ ورسو ورسوله هكذا تدرب عليها لأن الراء مفخمة جاورة السين ممكن أن تشمم السينة صادا وإذا أقف بها ساكنة إذا استمرت مدر صيلة صغرى بإقدار حركتين ورسوله والله هكذا والله مفتوح واو مرققة قبل اسم الجلال الله تفخم اللام ولكن لا نفخم الواو نقول والله والله هو نضم الشفتين خابير خام مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية كسر الباء جيدا الراو مفخمة لأنها مضمومة لدينا تنوين مع الباء إقلاب إلى ميم من غير كز علشان لا يتشوه صوت الميم خابير رو أضم ثم أدخل بعدين ذلك في الإقلاب خابير خابير تمام لما بعض الأخوة يرسلون قل لماذا هذه الصورة هذه الغاية من هذه الصورة تسجيل الصورة صوت لأنه في البداية لم تكن هناك صورة تظهر فقط كانت أنا أشرح من غير الصورة طلبات الإخوة الكثيرين والرسائل وردت أنه نريد صورة حتى نتعلم كيف نضم الشفتين ما هي الأخطاء كيف نصحها الأخطاء بارك الله فيكم هذه الغاية أحبتي في الله والله خابير بما كسرت البال لما أصل إليها تعملوا تعملون قلقلتها لأنها لم أعطيها حقها من جريان الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها هي من أحرف لنعمر بينية ووسط الحلق ممكن أنه أخرجها تعملون هذه ليست عين فصيحة عميقة العين عميقة من وسط الحلق تعملوا تعملوا تدرب عليها هكذا هنا من هذا المكان تحسسها يعني هنا أنت راح تحسها بالإصبع بأنه هنا فعلا مخرج حرف العين لا تقول تعملوا تعملون هكذا أسمع بعض الأخوة والأخوات عنده إيمالة في صوت الواو فإذن لو تعملوا تعملون ضم الشفتين نقف على نون ساكنة مد العارض السكون بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة وانتبهوا إلى أنه لا يكون هناك غنة تعملوا لو 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 هذه الآن غنة هذه هو خطأ إذن الصحيح لو لو تعبلون هكذا تدرب عليها وأنت تمسك الأنف حتى تعلم كيفية الميكانيكية وشرحت هذا لمن يتابعني في الكثير من الدروس السابقة ألم تارا مي مظهرة تارا مرت معنا أيضا تا مراقق را مفخما فلا أقول تا را لا أفخم التا لأنها جاورت الرا وهذا خطأ إذن تا را ولا أقول تارا لا أكور شفتيني في الرا لماذا الرا مفخمة لأنها مفتوحة تارا أمي مظهرة ألم تارا إلى الذين مرت معنا تاولوا الذين طبعا تا و تاولوا قوما وولين وولين قوما قاف مفخم مرتبة ثانية مفتوحة لدينا تنوين مع الغين إظهار قوما أسمع صوت النون المظهرة ولا أمبر قوما غضب عفوا قوما غضب هكذا لا تنبر قوما غضب هكذا بارك الله فيكم الغين مفخم مرتبة ثانية الضاد مفخم مرتبة أخيرة غضب غضب الله باء مفخمة إذا أنت فخمتها سوف ترتكب خطأ لماذا قرأتها غضب الله لماذا لأنه الغين والضاد مفخم ثم باء مرقب ثم لا مفخم لأنه قبلها مفتوح فغضب الله هذا خطأ غضب ب ب الله غضب الله عليهم رقق الباء بارك الله فيكم عليهم يا أولين لأنها ساكنة قبلها مفتوح كسرة عليهم ميم مع الميم إضغام ميم مع الميم إضغام لهم مع الكاف إخفاء ميم مظهرة عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون ميم مظهرة منهم منكم ميم مظهرة ميم مع الميم ما هم منكم كسرة الميم نون كاف إخفاء أذهب إلى مخرج الكاف منكم ولا ولا منهم ويحلفون يزر في صوته والنفس من منطقة وسط الحلق أحسن مع بعض يقول ويحلف ويحلف هذا خطأ ويحلفون على على اللام لأنه لدينا همزة وصل واللام قمر يبغي حجك وخف عقيمه كاف ال نبدأ بهمز قطع مفتوح لأنه ثالث الحرف مفتوح الكاذيبي كاذيبي وهم ميم مظهرة وهم يعلمون العين يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة بارك الله فيكم من وصف الحلقة والأخطاء ممكن أن تقلق تقول يعلمون خطأ أعطيها حقها وأيضا خطأ ممكن أن يحدث يعلمون أنه هكذا عائمة فانتبهوا جزاكم الله خيرا أعد أعد الله دال مفتوح قبل طبعا مشددة دال ساكنة ثم دال مفتوحة قبل اسم الجلال الله تفخ من الله أعد الله لهم عذابا شديدا له لهم ميم مظهرة ها نضم الشفتين فيها عذابا شديدا تنويم مع الشين إخفاء أذب لمخرج الشين عذابا شين جيش جيم يا شين يخرج من وسط الحلقة تحسس أنه كيف وسط اللسان عذابا شديدا دال مكسورة نقف على مد العوام بمقدار حركتين إنهم نوم شدة الغن أكمل ما تكون لا تمط الكسرة إنهم خطأ إي إنهم ساء ميم مظهرة ساء مد واجب متصل لأن الحرف المد والهمزة في كلمة واحدة ما ك ما ك شوف ساء ما ك هكذا هذه ألفات فيها التقليل انتبه ساء ما كانوا يعملون طبعا يعلمون يعملون ما شاء الله وردت هنا في الصفحة كثيرة أركز على العين وما قلته في يعلمون ينطبق عليها هنا اتخذوا بدأت بهمزة قطع مكسورة لأنه ثالث الحرف مفتوح اتخذوا خام مفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوحة ذال نضم الشفتين فيها حرف المد في اتخذوا والهمزة في أيمانهم مد جائز منفصل بمقدار حركتين وربعة وخمسة اتخذوا أيمانهم جنة ميمظهرة كما سمعتم لا تقول أيمانهم أيماء هكذا لا تقلب صوت الألف جن جو جن نضم الشفتين في المضموم نون مشدد الغنة كما ما تكون جنة فصد تنوين مع الفا كما لاحظتم ذهبت إلى مخرج الفا أتهي لنطق حرف الفا ف مرقق صد مفخم مرتبة ثانية لا تقول فصا فصد أيضا تفخم الدال فصا فصد دو فصد عن سبيل أذب إلى مخرج السين نون سين إخفاء غن مراقق لأن السين حرف مراقق عن سبيل الله مكسور قبل اسم الجلال الله ترقق سبيل الله فلاهم فلا هو فلاهم مي مظهرة فلاهم عذاب عذاب أضم الشفتين ثم أنتقل للإضغام عذاب مهين أيضا الميم من كلمة مهين أضم الشفتين فيها أكثر الهاء جيدا ونقف على مد العوض لا عفوا أقف على النون ساكن المد العوض يكون في التنوين المفتوح هنا تنوين ضم أقف على نون ساكنة مد عارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة مهين هكذا استمر في القراءة تنوين لا إضغام بغير غن نأكل النون مهين المهين المهين تمام هكذا لن تغني لا النون أذهب إلى مخرج التاة أتهي لنضح في التاة إخف لن تو لن تو تا مضموما غين ساكنة لا تسحب ضمات التاة إلى الغين تقول تغني هذا خطأ تغني خطأ تغني هكذا تغني عنهم إذن نخلص الغين من أن تضم والغين مفخ مرتبة رابعة مرتبة الساكن عنهم نون ها إظهار عنهم مي مظهرة عنهم أموالهم هناك من يقول أموالهم يقلق للميم انتبهوا الميم من أحرف التوسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة أموالهم ولا لمظهرة وأحذر لدى وأن تختفي ولا أولادهم ولا حرف المد أولادهم همزة في كلمتين مد جائز منفصل لمقدار حركتين واربع وخمسة أولادهم مينة مينة طبعا أنا وقفت متعمدة مينة علشان تسمع صوت النون المراققة ليش لأنه جاء بعدها اسم الجلال الله قبله مفتوح تكون مفخمة خطأ تقول مين الله مينة مين الله مين مع المين يتغاب أولادهم مينة مين الله شيئا يا أولين أقف على مد العوض بمقدار حركتين أولئك هنا هذه الواول فوقها الصفر المستدير هذا تكتب ولا تلفظ لا أقول أولئك خطأ أولئك أصحاب النار الهمزة وحرف المد في كلمة أولئك إذن مد واجب متصل كلمة واحدة أصحاب لا تفخم الهمزة لأن جاورة الصاد مفخم مرتبة رابعة تقول أصحا خطأ أ أ أس أس هذا خطأ لا تكوير للشفتين أصحاب هكذا بارك الله فيكم الصاد يجري فيها الصوت والنفس هي موجودة فيه أحرف فحثه شخص سكت وباء مضموم لضم الشفتين أن نوم شددة ونكمل ما تكون النار راء ساكنة في الوقف ويقوم قبلها مفتوح فتكون مفخمة إذا استمرت تكون مراقفة النار هكذا هم فيها طبعا لا تقول النار لا تقلل صوت الألف هم ها مضموم نضم الشفتين فيها من مظهرة خاصة جاء بعدها ف هم فيها كسرة الف خالد الخاء مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف أكثر اللامة خالد ولا أجعل غنى هنا في هذه الوا وعلمتك قبل قليل كيف تتخلص منها يوم يبعثهم نبر وولين يوم هكذا يوم نضم الشفتين يوم يبعثهم الله باء مقلقة لقلقة الصورة في وسط الكلام ميم مضموم قبل اسم جلال الله تفخم اللام ولا نفخم الميم لا أقول يبعثهم الله مو خطأ يبعثهم الله جميعا كسرة الميم جميعا فيح تنويم مع الف ذهبت إلى مخرج الف أتهيأ لنطق حرف الف جميعا فيح ليفون يحليفون مرت معنا له له كما مد صلة صغرى له نظم الشفتين له كما يحليف لي كسرة اللام يحليفون لكم ميم مظهر في الوقف والوصل ويحسابون الحا أركز على صوت الحا وسط الحا يجري في الصوت والنفس ويحسابون أنهم نوم شدد غنكم لما تكون كما سمعتم ها مضموم نظم الشفتين ميم مظهر لماذا هذا النبر لكي أقف اللوتار الصوتية لأنني سأقف على همزة إذا استمرت تنوين مع همزة إظهار شيء ألا شيء ألا أسمع صوت النون المظهرة ألا إنهم هنا حرف المث في ألا إنهم همزة مده جائز منفصل بمقدار حركة 24 وخمسة إنهم مرت معنا أنه لا أمط الكسر أجعلها يأيين خطأ إي إنهم نون مشددة الغنكم لما تكون ميم مظهرة نضم الشفتين في الهاء وكذلك هم إنهم هم الكاذيبون كاذيبون لا تقلل صوت الألف بارك الله فيكم أيضا نقف على مد العرض للسكون الكاذيبون هكذا وتخلص من الغنى في حروف المد الثلاثة الألف والو والي استحوذ بدأت بهمزة قطع مكسور ثالث الحرف ثالث حرف مفتوح نبدأ بهمزة قطع مكسور السين يجري فيها الصوت والنفس من أحرف الصفير استحوذ دائما ركز علي أن تخرجها صافية عليهم يا أولين ساكن قبلها مفتوح عليهم الشيطان الش تفشي يا أولين ساكن قبلها مفتوح الشيط مفتوح بعدها ألف مفخم مرتبة أولى ولا أقول الشيطان لا أكور الشفتين الشيطان فأنساهم ننسين إخفاء أذهب إلى مخرج السين ميم مظهرة فأنساهم ذكر الله ذي كسرة كاف ساكن فيها همس لا أقلق الذكر الله خطأ أو ذكرة أو أبالغ في الهمس ذك ذكر الله رغم فخمة لأنها مفتوحة ويما أنها جاء مفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم اللام ذكر الله أولئك مرت معنا حزب حي حزب زا يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس حزب الشيطان مرت معنا استحوذ عليهم الشيطان ألا إن حزب ألا إن هنا مد جائز منفصل ألا حرف المد إن همزة و لا أمط الكسرة إن خطأ ألا إن حزب الشيطان هوم مرت معنا حزب وشيطان هوم هوم نضم الشفتين الخاسر هوم من الميم المضمومة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل لماذا اللام قمرية لأنه خا مفتوعة بعدها ألف مفخم مرتبة أولى الراء مفخمة لأنها مضمومة الخاسرون أقرأ راء رو رون أقف على نون ساكنة طبعا مد عرض للسكون من أغضاء لحركتين أوربع وستة إن الذين مرت معنا يوحاد تبه نبر مد لازم متقل كلمي ومد وجوبا ست حركات لزوما ست حركات مد لازم متقل كلمي متى يكون حرف المد وبعده حرف المشدد ولهذا هنا نبر يوحاد يوحاد تمام لما انتهي من صوت الألف انتقل إلى الدال يوحاد دون الله ورسوله نون مفتوحة قبل اسم جلال نون مرققة لا أفخمها ولا مفخمة لأن قبلها مفتوح ورسوله مرت معنا المشكلة أنه راء مفخمة لأنها مفتوحة نفخم السين نجعلها صاد هنا مد صلة كبرى حركتين وربعة وخمسة ليش؟ لأنه لدينا الهاد جاءت ها الصلة جاء بعد الهمزة ولهذا تمد حركتين وربعة وخمسة نسمع ورسوله أولئك 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 مرت معنا في كسرة الفا في الأذى في الأذلين لا أمسك اللام المشدد ونقف على مد العارض للسكون الأذلين لما أخفض الفك السفلي في الياهنة لن يصعد إلي يعني الآن لن أخفض الفك السفلي الأذلين يا فيها غنة أخفض الفك السفلي لكي أتخلص من الغنة وأمسك هكذا الأرف الأذلين هكذا بارك الله فيكم كتب الله كتب كتب لدينا باء مفتوح قبل اسم الجلال الله إذن تفخم الألم كتب الله لأغلبا الله نضم الشفتين لأغلبا هنا الغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس إن أجريت فيها النفس أشممتها لأغلبا هكذا بارك الله فيكم وهي مفخة مرتبة رابعة الساكن نون مشدد الغنة أكمل ما تكون لأغلبا أنا ورسولي وهنا أنا إذا هنا نقف عليها إثبات الألف إذا استمرت أنا ورسولي هكذا بارك الله فيكم ورسو أيضا هنا لا تفخم السين تجعلها صاد تقول ورسولي خطأ ورسولي الرامو فخم للمضمومة هنا أقف طبعا المد الطبيعي إذا استمرت حرف المد الياء في ورسولي الهمزة في إن إن مد جائز منفصل من مقدار حركتين أو أربعة أو خمسة ورسولي إن الله قوي عزيز إن مفتوح النون الثانية قبل اسم الجلال الله تفخم ألا قوي ألقاكم مفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوحة قوي قوي و و و و و و و ومكسورة قوي يا مشددة إذن نبر قوي عزيز تنوين مع العين إظهار قوي أسمع صوت النون المظهرة قوي عزيز تمام نكسر الزاي نقف على زاي ساكن مدعى رضي السكن بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة سبحانك اللهم لحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك ما كان من توفيق وصواف من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم الموصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز